اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل هذا المشكل على تطبيقك الخاص نبشات من خلال الضغط على الضبط والإعدادات ثم بعد ذلك نأتي إلى نافذات الضبط في هذه النافذة الخاصة نقوم بالنزول للأسفل ثم بعد ذلك نأتي إلى التطبيقات تقوم بالضغط عليها ونأتي إلى نافذات التطبيقات في هذه النافذة نقوم بالنزول للأسفل للبحث عن تطبيق السنبشات في هذه النافذة الخاصة سوف نقوم بالنزول ثم نأتي إلى تطبيق سناب شاط نضغط عليه ثم بعد ذلك نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نأتي إلى إيقاف إجبار نضغط عليه ثم تضغط على موافق بعد ذلك تضغط على مكان التخزين ثم نقوم بالضغط على مسعى البيانات وبعدها مسعى تخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بالذهب إلى متجر جوجل لكي تقوم بتحديد التطبيق الخاص بك لكي يقوم بحل المشكل بطبيعة الحال وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو الخاص